موسم الحج خلاص كل سنة وحضراتكم طيبين خلص وانتهى ربنا يتقبل من كل حجاج اللي أدوا الفريضة السنة دي نسأل الله أن يتقبل طاعتهم ويجعل هذه الرحلة رحلة مغفرة وبركة وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورة الأيام دي دايماً بتكون فيها أجواء روحانية جميلة أيام خير وفضل وبركة خصوصاً إحنا تبعنا مع حضراتكم خلال أيام اللي فاتت في صباح الخير يا مصر أداء الحجاج للمناسك ولهذه الفريضة المقدسة من أول يوم التروية مروراً بالوقوف بعرفة الركن الأعظم للحج ورمي الجمرات في أيام التشريق ربنا يتقبل من ضيوف الرحمن ويرزق كل مشتاء زيارة بيته الحرام النهاردة هتبدأ مصر للطيران جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن بعد انتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن بتسير تسع رحلات جوية من جدة ومن الطائف إلى القاهرة هتستمر هذه الرحلات لحد يوم 5 يوليو القادم بعودة كل الحجاج المصريين بالسلامة إن شاء الله طبعاً هي الصورة الأجمل والأروع والأسمة صورة البيضاء زي ما بيقولوا صورة واحدة بتوحد كل المسلمين في الأرض المقدسة نقلتها شاشات التلفزيون كلنا تبعنا هذه الصورة اللي بتوحد المشاعر وبتعكس صورة جميلة جداً للإسلام صورة التماسك والتضامن ما بين مسلمي العالم طبعاً بعد كل هذه الفروض وأداء هذه المناسك بيفضل سؤال مهم جداً بيسأله كل حاج بيرجع من الأراضي المقدسة إزاي أعرف إن حجتي حجة مقبولة بعد رحلة فيها مشقة طبعاً فيها متعة وجمال وأرواح روح إيمانية بيكون ده التساؤل عند ناس كتير جداً إزاي أعرف إن الحجة دي مقبولة إزاي أعرف الدلالات والمؤشرات على قبول الأعمال الصالحة عند المولى عز وجل ده حيكون عنوان فقرة مهمة جداً النهاردة معانا في صباح الخير يا مصر عن علامات قبول الحج وكمان كيفية المدومة على الطاعة بعد أداء هذه الفريضة المقدسة مرة تانية نصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر